عشان كده زمان واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه حسين حسين وراح يتفاوض مع النبي في أمر الدعوة النبي لما بعث أهل مكة ما كانش عجبهم الوضع ده خالص قال لك أجعل الآلعة إلهاً واحداً ده كان عندهم 360 صنم حوالين الكعبة بيسجدوا ليهم ويعبدوهم وقول لك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة هم ناس مشركين بيعبدوا مع الله إلهاً آخر ده الشرك فحسين ده راح يكلم النبي يعني ما تسيبك من الدعوة والإسلام ده وتاع فالنبي بيقول له إيه الله ما صلي عليه بيقول له يا حسين كم إلهاً تعبد بقوله أنت بتعبد كم إلها قال له سبعة بتعبد سبعة آلها سبعة قال له آه بعبد سبعة ستة في الأرض وواحداً في السماء فالنبي قال له يا حسين طب أنا بحدردش معك كده وتصدقني القول يعني أنت بتعبد سبعة آله قال له أيوة ستة في الأرض وواحد في السماء فالنبي قال له طب إن انقطع المطر لو ما فيش مطر من تدعوه؟ بتطلب من مين؟ قال الذي في السماء يا محمد طيب قال له طب إن أصابك مكروه لو أصابك شيء من تدعوه؟ قال الذي في السماء يا محمد يعني لو عيل تعب شوية وبتطلب له الشفاء قال له الذي في السماء يا محمد عايز رزق تطلب منه قال له الذي في السماء يا محمد أنا نفسي عايز أعرف طب ستة في الأرض و لازمتهم أي طب النبي قال له السؤال الثاني بعد قال له طيب يستجيب لك وحدة أم يستجيبون لك؟ يستجيب لك وحدة أم يستجيبون لك؟ قال يستجيب وحدة هو وحده يستجيب فقال له يا حسين يستجيب وحدة وتشركهم في العبادة أسلم فإن أسلمت أسلمت أعلمتك كلمتين ينفعنا